طيب النقطة اللي كان بيتكلم عليها واقل دلوقتي وكنا بنحذر منها وبنقول انه هيبقى فيه اجتماعات وفيه قرارات واجراءات بقى لانه يعني احنا بنراهن على وعينا لكن ساعات لو الوعي ده مش موجود بالقدر والشكل الكافي لا بقى يبقى قصة التجمعات والاحتفالات والمطاعم والكافيهات اللي لسه نسب الاشغال فيها خلينا اقول وحنا كلنا برضو بنشوف المفترض انه 50% قلولي فين مكان بيطبق ده يعني يتعد على الصابعة ده لو كان موجود واحنا كمان ده دورنا احنا لو دخلت اي مكان لقيت فيه انه عدم التزام بنسبة الاشغال نخرج يعني يعني ولا اي حاجة يعني هتعوضنا صحتنا ولا خروجة ولا اكلة حلوة ولا الكلام ده كله لو حصل لقدر الله وصبنا بالفيروس ساعتها اللوم نفسنا اشد اللوم يقول يا ريت اللي جرى مكان يا ريتنا ما عملنا ده ففيه برضو لسه المشاهد دي قدامنا ما فيش التزام وسائل المواصلات برضو بشوفها وبنشوف ميكروباسات وعربيات والسواء واللي موجودين في العربية مش ربسين مص متر الأنفاء كانوا بيتكلموا في 1500 محضر ولا حاجة زي كده عشان عدم التزام بالكمامة بس يترى المحاضر دي بيحصل فيها ايه يعني محضر كده وخلاص ولا بيبقى فيه غرامة والغرامة لما تتطبق وتتوقع فعلا لا هيبقى فيه رضع الناس هتقلق شوي فمنسبهاش كده بقى فيه رفاهية انك تلتزم او ما تلتزمش لانك انت مش بتدر نفسك لوحدك انت بتدر اللي حواليك بتدر اللي بيحبوك وبتدر حتى كل المواطني بتدر بلدك فبالتالي فيه مشاهد لازم اعادة النظر فيها مرة تانية قصة التجمعات قصة بقى عدم الالتزام لازم يكون فيه اجراءات حاسمة خليني اعرض على حضراتكم برضو نشهد يعني مش معقولة مش معقولة تاني احنا بنقول يا جماعة ما ينفعش نقف جنب بعض كده واللي لابس كمامة على اللي مش لابس كمامة المشهد ده من قدام مستشفى مستشفى يعني بص بقى حضراتكم ده قدام مستشفى يعني اولى يعني بقى الاماكن التانية بقى تعمل ايه لما يكون دي مستشفى وفيه بقى المريض وفيه السليم وقدام التأمين الصحي ووقفين بهذا المنظر يعني دي مسئولية مين اه هقول لحضراتكم مسئولية السيادة المواطنين هنقول لا والله وقدارت المستشفى فين عليهم مسئولية مسئولية مشتركة يا جماعة مسئولية مشتركة يعني احنا مش هنقول بس اه هم ليه مش بععدونا عن بعض احنا مش محتاجين حد يبعدنا عن بعض في طبور احنا خلاص بقى اينا عارفين يعني كان في الاول لك ايه على الارض واماكن وبالتبشير كده واماكن يعني هنا هتقف هنا هتقعد هنا هتنتظر فرضا ان ده مش موجود نعمله احنا من تلقاء نفسنا ما احنا برضو فاهمين وكبار ومتحضرين عارفين ان دي صحتنا فمشهد قدام ده قدام التأمين الصحي في مدينة ناصر بهذا الشكل ده طبعا مشاهد من المشاهد الكتير قوي قوي اللي بقينا بنشوفها وبنتعايش معها وبنتعامل معها كأنها حاجات عادية جدا مع انها بقر للاصابة بهذا الفيروس